الحديث الثامن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم الخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقطع حتى تقوم الساعة فيقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم أي ثابتة على الحق وهي معانة من الله منصورة على من خذ لها وحاربها وقد ورد أن هذه الطائفة في بيت المقدس وبالشام وقد تكون متناثرة بين طوائف الأمة من العلماء والمجاهدين والفقهاء والآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر ويقول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أي ستكون هذه الطائفة على أمر الله مستمسكين وبه قائمين حتى يأتي أمر الله أي الريح الطيبة تكون قبل قيام الساعة تقبض أرواح المؤمنين وفي الحديث فضل الثبات على الحق والعمل به ولزوم هذه الطائفة فإنهم منصورون معانون